أهدنا الكرام وردنا للتوء من رئاسة الجمهورية اجتمع فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد والشيح الغزواني مساء اليوم ثبت بالقصر الرئاسي في نواشوط برؤساء وعضاء اللجان المكلفة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في بلادنا وحث رئيس الجمهورية خلال هذا الاجتماع الذي حضره الوزير الأول اسماعيل والبدة والشخص دي والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزيرة المستشارة برئاسة الجمهورية وقدت أركان القوات المسلحة وقوات الأمن على حل كل المشاكل العالقة وتدليل الصعوبات التي قد تعترض عمل الطواقم الطبية خلال تصديها لكل حالة طارئة وتكثيف التحسيس والتعبئة من أجل حث المواطنين على مزيد من الحذر وليقضى ووعي حجم المخاطر الناجبة عن انتشار محتمل لا قدر الله ولهذا الفيروس الفتاك الذي انهارت في وجهه أظمة صحية لدول متقدمة من ضمنها عضاء ومجموعة الدول السبعة الكبرى في العالم وتم خلال الاجتماع تقييم الوضع الرهنة على عموم الترعب الوطني ودراسة المستجدات والتصدي لكل ما من شأنه التأثير على حياة المواطنين سواء في الأسواق أو المحلات التجارية وملع المضاربة وضمان تموين السوق بالمواد الاستهلاكية اللازمة في ظروف جيدة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة